كلنا فاكرين طبعا الأزمة اللي كانت بين الفنان تامر حسني وزوجته باسمة بوسيل للأسف الأزمة دي تعادت مرة تانية اشتعلت حالة من الحرب الكلامية في الساعات الماضية بين الفنانة باسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني مع الممثلة المصرية زينة وده نتيجة التصرحات الأخيرة لزينة القصة بدأت لما علاقت زينة على أخلافات تامر حسني وزوجته وده عبر تصرحات تلفزيونية التصرحات دي حملت نبرة الهجومة على باسمة بوسيل وده بسبب نشر انفصالها عن تامر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحديث عن علاقتها بالمطر زينة قالت أنا وتامر صحاب من زمان الوحيد اللي دخل بيتي وشاف أبويا وعمر الصداقة دي ما هتتحول ولا حد هيأثر عليها وإحنا في حالنا أنا في حالي وشغلي وبيتي وهو كمان ولما سأل زينة ليه رفضت التواصل في خلافات تامر وزوجته قالت تامر راجل وعنده حياته الخاصة صارم في بيته ما بيسمحش بتدخلات في بيته وأنا مش من حقي أتكلم في حياته الشخصية وأهلين علمونا مشاكلنا ما تطلعش برة أنا لو أبوي وأمي كانوا بيتخنقوا عمر ما حد كان هيعرف من برة وده كان إشارة منها البسمة بوسيل خصوصا بعد مشاركة الجمهور في مشاكلها مع الفنان تامر حسني كملت كلامها وقالت بحب تامر جدا جدا وفي مشكلة مرض أختي كان تامر أول واحد في المستشفى كان بيروح قبلي أنا ما عنديش عمر تاني أعوض بيه تامر يعني اللي فات من عمري ما ضمنش عايش قده تاني علشان عوض صديق زي تامر وممرش ساعات على تصرحات زينا إلا واتدخلت على الخط صارة درويش صديقة بسمة بوسيل ومحامية الفنان أحمد عز وده بشكل غير مباشر قائلة في مقطع مصور نشرته عبر الستورة على حسابها على الانستجرام وقالت فيه فنانة بتقول أهلنا معلموناش نتكلم في مشاكلنا طب وأهلك ربوك تحمل من غير جواز وده معنى أن حديث الفنانة زينا استفز بسمة بوسيل فشاركة مقطع فيديو تتاهم فيه زينا بشكل غير مباشر بالحمل دون زواج في إشارة منها للموافقة على كلام الأخيرة الأزمة اشتعلت مرة تانية ما بين زوجة الفنان تمر حسني بسمة بوسيل وما بين زينا كما نشرت بسمة منشورة تضمن لن يتزوجك روحي إركني بلاش شو عن طريق ناس نصكم تعليق بسمة كان مرفق بغنية مهرجون كزميزة في التونسية علاقت بسمة وقالت حاولت أحط غنية عرفي تفهميها علشان الجهل من شهرين بقى وضحت بسمة بوسيل نسبب الانفصال عن تامر حسني الغيرة لأنه لا يضع اعتبارا لها ويظهر مع فتيات ومواجبات بشكل موسيل الجدل على السوشيال ميديا كان آخرها حفلة خاصة الحفلة دي أحياها وظهر مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامها وهو طبعا ما حرك مشاعر الغضب لبسمة وعلنت خبر انفصالها عن تامر للجميع وطلبت بسمة في الوقت دو وعدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها تامر حسني لأنها لا تشكل فارقا معها وكتبت بسمة في الوقت ده لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايف أنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي أي حاجة علشان مش فارق لي أي صور بس ما كملت كلامها وقالت كمان أحب أعرفكم أن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احتراموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي على أقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع الحقيقة الفترة اللي فاتت فضايح النجوم بايت على الملأ بايت على السوشيال ميديا والخلافات اشتعلت ما بينهم على صفحات السوشيال ميديا مش الفنان تمر حسني أو زوجته باس ما بو سيل وزينها بس لأ كمان معانا النهاردة خلاف ما بين الفنانة رحاب الجمل وما بين باسن الصمرة وتحولي الموضوع للتحقيق وقفهم هما الاتنين عن مزولة المهنة لحين انتهي التحقيق في نقابة المهنة التمثيلية تعالوا مع بعض انتبع تفاصيل الموضوع بداية الموضوع الفنانة رحاب الجمل نشرت عبر حسابها على الفيسبوك رسالة الرسالة دي قالت فيها الممثل السكران لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع وبيسمحك وده لانه مستغلبك ومستضعفك انت بقى بتعتبر ان ده حق مكتسب بعدها بقى بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتي مدهين مغني شاب وهو يكبر الناس اللي اتدخلت في الموضوع وبيسمحك برضو وانت بتعتبر ده برضو حق مكتسب قبل ما نكمل كلامنا بس عشان ما يعرفش تفاصيل الموضوع الزميل اللي ضربوا الفنان بسم الصمرة بالكوع هو الفنان محمد رمضان وفعلا هو سامحه وقال انه ممكن يكون ما يقصدش او اللي حصل ده كان بدون وعيه اما المغني الشاب اللي هو اكبر الناس اللي ما اتدخلت في الموضوع هو الفنان عمر كمال نرجع نكمل كلامنا مع بعض نكمل رسالة رحاب قالت كمان لكن تدخل بالامس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترت تشتي متهين زميلك وتغلط وتتلفز باخزر واسفل الشتائم قدام الاغراف في مكان عام دي ما تتسمحش عليها ابدا لازم تتعاقبوا بالقانون لان ده اللي اتأدب وقلت مهنية وهقدم بلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي بس تفرغي الكاميرات انا هربيك ده كان كلام رحاب الجمل الفنان رحاب الجمل ما ذكرش ان هو الفنان باسم السمرة رحاب بقى في تصرحات لليوم السابع قالت ان اللي حصل ده كله فضيحة بكل المقيس وقالت ان هي كانت هتتجه لتقديم بلاغ للنائب العام لكن الدكتور اشرف زكي هو اللي منعها ونصحها ان هي ما تتكلمش ولا تتقدم ببلاغ وان هي تسيب المشكلة دي للنقابة ان نقابة هتحل المشكلة علشان كده بعد شوية رحاب حزفت البست وكتبت منشور جديد وقالت من خلاله كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهنة التمثيلية شكرا دكتور اشرف زكي لاهتمامك وحرصك على مصلحة الفن والفنانين وعمل اللازم والتحقيق في وقعة امس من مشدة واساية زميل لي والزملائي قالت كمان انا اصحف نقابة انها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق ده كان المنشور التاني اللي رحاب نشارته رحاب الجمل بقى دخلت في مكالمة هاتفية مع تلفزيون اليوم السابق هنشوف مع بعض قالت ايه قالت ان الفنان بسم سامرة حضر لمكان البروفا كان في حالة من عدم الاتزان ولحظت ان الفنان بدأ يشرب حشيش طلب الاول من سلطان ان هو يلفله الحشيش واحد من فريق العمل فرحاب اعترضت جدا فهو بدأ يشتم وبدأ يبع عصبي جدا بدأ يسيب بكل الحضرين في المكان تحول الامر بقى ما بينهم لمشدة وبعد كده كمان تدخل الامن وشال الفنان بسم السامرة برا الاوتيل وده لانه كان في حالة هستيرية ومرعبة لكل الحضرين هنشوف بقى مع بعض المنتجة فاطمة الليبية منتجة فيلم ديك العياط قالت ايه اليوم السابع على فكرة ده الفيلم اللي هم كانوا راحين يعملوا بروفا عليه قالت فاطمة ان هي فجهت بطريقة غير ادمية للفنان بسم سامرة وده كان اثناء بروفة الفيلم في احد فنادق القاهرة كان متواجد في البروفا كل من الفنانة رحاب الجمل ونضال الشفية ومطرب المهرجانات عمر كمال عمر كمال زي ما قلنا عمل مشكلة قبل كده مع الفنان بسم سامرة وسمحه كان موجود كمان مدير الانتاج وعدد اخر من صناعة الفيلم وبعد ما الكل هجم ان هو ما يشربش حشيش في مكان عام زي ده بدأ يسيبه ويشتمل جميع رغم محاولات بعض الاشخاص لتهديعة الوضع في المكان الى ان بسم كان في حالة غير طبعية وبدأ بقى يتفوه بألفاظ فظيعة جدا رحاب الجمل مش قادر تذكرها ولا المنتجة فاطمة اوضحت بقى المنتجة ان هي وصناعة الفيلم بيدرسوا استكمال الفيلم بدون الفنان بسم سامرة ولكن هي للأسف دلوقتي المشكلة ان بسم سامرة تلقى عربون كبير جدا في بداية التعاقد وهو ده الشيء اللي بدرسوه دلوقتي علشان عايزين يحسموا الموضوع اما رأي الدكتور اشرف زكي في المشكلة دي ان هو مش عايز السوشيال ميديا تكون مكان لتناول مشاكل الممثلين وقال انهم هيحل الموضوع من خلال النقابة دلوقتي مع بعض بقى هنشوف الطرف الآخر الفنان بسم سامرة يا ترى علق وقال ايه على كل الاتهمات دي قال بقى من خلال حسابه الرسمي على انستجرام نشر صورة لأحد اعماله وكتب عليها في اشارة منه للفنانة رحاب الجمل الكلام مش بفلوس يا جملاوي وقال بتقديم شكوى رسمية لنقابة الممثلين ضد الفنانة رحاب الجمل وطبعا بيتهمها فيه بالتشهير به واللي حصل ان النقابة وقفت للفنان بسم سامرة والفنانة رحاب الجمل عن العمل وده لحين انتهاء التحقيق بسم السامرة بقى لما حل ضيفه على عمر قديم هنشوف قال ايه قال انه هو ما كانش يعرف الفنانة رحاب الجمل ان هي مسلت معه مسلسل تقريبا قبل كده ورجع بعد كده قال ان رحاب كانت عايزة تسافر يوم 14 وان هو طلب منها ان هي تأجل السفر شوية علشان يخلصوا مع بعض مشاهد الفيلم وده الشيء اللي رفضته رحاب وقالت له ان هي ممكن تنسحه من الفيلم فبالطبع هو قال لها خلاص ماشي اوكي يعني هنشوف غيرك هو بيقول ان حصل حاجة تانية في نفس الوقت ان هي مشتركة معاه في مسلسل اخر وان هي طلبت ان هي ترفع اجرها شوية ففي المسلسل رفضوا ومشوها وهيجيبوا حد غيرها فهي افتكرت ان الفنان بسم السامرة هو اللي ماشيها من المسلسل وموافق ان هو يمرشيها كمان من الفيلم بالبلد كده من الاخر هو قال يعني ان هي شهرت به او اتبلت عليه وقال كمان لعمر قديم ان هو اخر مرة جايبها من الاسم حكاية الاسم بها دي هقولها لكم هو بيقول ان هي كانت متجوزة من واحد الرجل ده ونصاب وكان بيمسك اتنين لاسيل كيه وعنده عربية حمراء وكان عامل نفسه زابط كبير وان هي كانت محجوزة في الاسم وان هي ملهاش زنب وان هو رح خرجها من الاسم علشان يكمل معاها تصوير احد المسلسلات تقريبا او الافلام انا بس في الحتة دي اللي هي تعليق منين هو قال ان هو ما يعرفهش ومنين هو بيقول ان هو خرجها من الاسم محدش بيروح يخرج حد من الاسم ما يعرفوش بس مع ذلك خلينا حياديين لغاية ما نشوف نتيجة التحقيق تعالوا نكمل كلامنا بس من الصمرة قال انا مستهرب من الموضوع ده قالي بالدنيا كده ده اتفع من كده وابسط من كده واكد كمان ان كل اللي حصل ده تشهير بي وننتج عن سوق فهم الفنانة رحابي الجمل لا الكلام ده هي عندها سفر يوم 14 وانا عايز ادخل قبل يوم 14 عايز اخلص الفيلم قبل يوم 14 جميل عشان داخل المسلسل هاي فبحاوي بقول لها استني شوية يعني يومين ثلاثة اه كملي معايا المشاهد قبل مسافر عشان اخلص مستكلي عشان احنا ما فتحناش الفيلم قبل الموسم هاي بكرتها يعني بنزل الراكورات واللي عايز رب شنها بيبقى في حكاية كده اللي هدعوا بالراكورات طبعا قالت خلاص انا بعد تاجي الاوتيل هتفخة تمام خلاص هنجيب واحدة ثانية وربنا يساهم الحقيقة وجهة نظر المتواضع عن اللي هيحل المشكلة دي كلها هي تفريق كاميرات الفندق وكمان شهادة اللي عاملين في الاوتيل وهنشوف الايام الجاية من خلال التحيات والحياة هتبان انا عندي مسلسل بقى انا معرفش مين فيه الابطال غير الابطال الاتريين يعني صلع برضو كانت هي موجودة وطلبة روز دي هذا فاختلفوا على الانتاج انا اخصم بالله ورحمة ابوها معرفة في الموضوع ده فمشوها فالبنت استقلت او الشخص ده ان انت مشتها من هنا ومن هنا مشتها من الفيلم والمسلسل سبحان الله السوشيال ميديا اصبح مكان وحاق لخص بالمشاكل الفنانين اللي المفروض ان هما يكونوا قدوة لينا وما حدش يقول لي قدوة ليه قدوة علشان اعمالهم وتصرفاتهم الشخصية وكل حياتهم بتدخل كل بيت وبتأثر بالتأكيد بشكل سلبي او ايجابي على المجتمع كله بداية من الطفل الصغير والشاب وغيره كل فئات المجتمع الحقيقة بيشوفوا اعمال الفنانين ومشاكلهم الشخصية من خلال السوشيال ميديا علشان كده لازم يراعوا تصرفاتهم شوية وزعلت حقا تتكلم ايه على الكاميرات اللي هي بتسجل بتاعة القتيل ولا كنتين كاميرات للبروفا كاميرات القتيل والناس موجودة وشهدة حنانتظر ان شاء الله الايام اللي جاية نتيجة التحقيق وهنشوف اللي حصل ايه اشتركوا في القناة